طيب انت بتتعامل الزي مع الكلام بتاع دور على شغفك ولاقي شغفك وعيش شغفك والكلام ده بص انا ما بحبش المصطلحات دي بصراحة جدا والله يعني يعني ما عرفش ما بحبهاش يعني بحس انزل السوق اتهرس خلاص يعني موضوع واحد زي دوحب سوي اتنين عايز تتعلم حاجة خش اتعلم احتك بيها خد خبرة فيها هتبقى قوي جدا مش محتاج بقى فكرة الشغف انا ما عرفش يعني ايه شغف اصلا والله العظيم يعني انا ما عنديش الفكرة دي انزل انت مهندس انزل اتمرمط وشوف شغلك واتعب في شغلك انت راجل حلاء ركز في شغلك انت راجل كان من فترة في شباب اسمهم تريفل عملوا بيج على الفيسبوك للبرفنات شباب شاطرين جدا 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 وانا بحبهم جدا جواوا قاعدوا معي وتكلموا معي قليل جدا لما تلاقي حد بيجي يتكلم معاك وبعد فترة تلاقيه نفذ اللي انت بتقوله عليه او او اشتغل فانا ببقى فرحان جدا ان انا شايف ده فهم عاملين بيج قوية جدا قوية جدا 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 وبالعبوا سوشيال ميديا صح جدا وفضلين لها جدا ومركزين وعملين كميونيتي يعني انا من فترة والله العظيم كنت ماشي لقيت اللوجو بتاعهم على عربية جنب اللوجو بتاع استبرق يا راجل فكت فرحان ان الناس بقوا عاملوا كميونيتي وبيتقوا ربنا جدا في شغلهم عاملين حاجات ظريفة جدا 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 وشغلهم كويس الشاهد من كلامي ده قابلت واحد منهم من فترة فعدنا ندردش مع بعض فبيقول لي ايه رأيك يا جباس نفتح محل ولا نخلينا زي ما احنا اونلاين قلت له اخليك اونلاين قال ليه قلت له انت مهما كان روس مالك في الاونلاين فالناس شايف قلت له خليك رقم واحد في الاونلاين الناس مش شايف قوتك الحقيقية انت مستخبي ورا ورا فاترينا الناس ممكن تتخيل ان هي مليانة وانت ممكن بتكون بتاخد فلوس الاوردر تنزل تجيه من السوق اوردر باوردر فخلي الناس عندها تصور على طول ان انت قوي جدا 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 هتنزل السوق هتفتح محل هتتكشف ومحتاج ان انت تكون تنين ووفر على نفسك مصاريف كتير من توضيب البضاعة محتاج ان البضاعة كانت موجودة ديكورات كهرباء ايجار انت في غنى عن ده انت شغال اونلاين طبعا شغال اونلاين بس انا شغال اوفلاين اقوى انا شغال اونلاين عشان لازم اكون متواجد مش عشان اعتمد عليه بصراحة انما فكرة ان انا اوفلاين الحمدلله ربنا كرمني ومراضيني فيه جدا فامركز فيه اكتر كميش يعني الونلاين سيلز مسلا عشرة في المية ولا اكتر ولا اقل لا اقل 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 بس عشان انا مش بلعبها صح انت مش مركز فيها اصلا انت بس هي مش بعمل عروض يعني بالنسبة لي الونلاين لو حد بعيد محتاج اوردر مننا فهو ده بالنسبة لي الخدمة اللي ممكن حد يستفاد منها كاونلاين البيتج مش على طول احنا اكتف عليها معظم بس بس اكتف في الامبوكس يعني اي حد هيبعت رسالة هيترد عليه على طول ما متأخرش في الردود بس ما منعرضش منتجات على طول ما باعتمد ان انت خلاص الناس عارفة الحاجة واللي بيبعت حاجة في الامبوكس واحنا بنرد عليه بنحاول نوضح له كل حاجة هيلاقي ردود عن كل حاجة فشغالين اوفلاين اقوى وده مش صح ان انا مش شغال اونلاين ممكن خلال يعني عشهر اربعة اللي جاي نعمل ايب اصلا للابليكيشن لجوعباص واشتغل اركز اكتر في الونلاين عموما هلو جدا عايزة رجعتين حتة الشغف والكلام ده عشان يمكن ام مش عارف يمكن فكرة الشغف والكلام دوت بتيجي من حتة اه رفاهية اه انا انا بستغرب ان انت بتقول الصبر وان انت صبرت سنين على بالما البزنس كبر وعمل ومش عارف ايه فهل دي بتيجي من حتة ان انت مفيش عندك بديل غير ان انت تصبر في عمص دي لا كان في بداية الوقتها كان اول بديل ان انت تستسلم ده كان اول حاجة انت ممكن تعملها بس انا كان عندي فكرة ان انا استسلم دي كانت صعبة جدا لان انا عندي يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني مش انا عايز رزق حلال وبنزل ووشقة عشان فربنا هيكرمني ورزق هيجيلي بالرقم اللي انا محتاجه في الوقت اللي انت محتاجه انا عندي يقين بده جدا ففكرة الصبر يعني انت مش هتكبر طول ما ما فيش يعني اللي بيبتدي كبير ده ما بيحسش يا حازم يعني انت عمري ما البينباكز بقى والستارت اوب الجديدة ان انت تبقى متخيل ان هو ده الجو بتاع الشغل لا انا انا ابتديت بكنس المحل انا اللي بكنس وانا اللي بنظف وانا 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 بعمل كل حاجة في المحل من الالف للياء في المحل دلوقتي معاك ناس بتساعدك في ده فده كرة من ربنا سبحانه وتعالى بس انت محتاج وده خبرة على فكرة يعني مسكة المقاشة في المحل اللي انت بتكنسه والله العظيم دي خبرة يعني ما فيش حاجة في تفصيلة صغيرة في شغلك انت لو ما عملتهاش باديك هينقصك جزء كبير في خبرة تخص شغلك فالصبر رقم واحد البداية لا كان فيه بداية كان فيه بداية ان انت تسافر كان فيه بداية ان انت تروح تشوف شغلانة تانية ااا وما تبقاش صاحب شغل تروح تشتغل عند الناس وده كان متاح وكان متاح وكان متاح بارقام سابتة وهتساعدك في الوقت ده بس انا كنت بحب الشغلانة دي جدا وكنت حاسس ان انا لما لما ربنا بفضلي شوية وقت في يومي ان انا ممكن استفاد بهم فانت حاول توظف ظروفك الحالية على امكانياتك عرفت تعمل ده الموضوع بالنسبة لك هيفرق جدا حاول توظف ظروفك الحالية على امكانياتك انا امكانياتي او مهاراتي ايه دلوقتي انا بدرس اللي انا ممكن اعمله انا بدرس ممكن اخد كورسات اخد كورسات اونلاين ولا ينفع اروح انامي نفسي ازاي في الحتة لو انا مهندس اخد ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها لو انا شغال حاجة تانية الورش اللي ممكن احضرها تنفعني في الموضوع ده كل الحاجات دي سهلة ان انت تستغل لها لو انت عايز تبقى مدرس لو انت هتبقى حاجة محتاج تقول انجلش فيها شوية شوف التناوي عايز تبقى تعمل ايه عايز تفتح محل ملابس روح اشتغل في الصيف او في بقية يومك في محل ملابس حتى لو تبقى امين مغزن بس حط نفسك في الشغلانة عايز تفتح مطعم روح اشتغل في مطعم ويعرف المطعم ده بيبقى شغلانته ازاي بيبتدي ازاي المطبخ داير ازاي الحسابات بتبقى ماشية ازاي معاملة الزبان ازاي بص على ديكورات المكان ايه الغلط فيها في المكان اللي انت كنت تفتحه اللي انت شغال فيه عشان لما اتعلم من اخطاء غيرك وتعلم وانت بتدرس وتعلم في الوقت اللي انت متاح ان انت تتعلم فيه لان قدام شوية لما تيجي تتعلم ممكن التعليم ده يكلفك اكتر شوية خاصة هي حتت برضو الرفاهية والاضطرار انا بشوف انه هو دا الفرق ما بين يعني هو دا اللي بيخليك تستمر في الشيء هل انت بالنسبة لك مسلا من ضمن الحاجات اللي كانت بتخليك تستمر هي الفلوس هي انك كنت بتلاقي عائد في الاول ما كانش فيه عائد تمام عموما يعني قعدت فترة طويلة حازم قعدت سنتين مسلا ممكن سنتين او اكتر كمان ممكن ثلاث سنين يعني انا فاكر حتى كان اخوا بيصبرني بيقول لي احنا بعد سنة الرقم اللي انت بعت به في الافتتاح انت في الافتتاح دا بقى رقم بقى كل صحابك اللي جاي جاملك هتبيع بالرقم ده هيبقى مبيعاتك اليومية فالتمانية جنيه دي انا كنت بركها باوتوبيس عشان اروح الشغل كنت بركها باوتوبيس سبعة وستين بربع جنيه لحد الحديقة الدولية وانزلت ماشي على رجلية وروح مكربسات اكل فطيراية طوله اجيب علب الكشري اوفر في مصاريفي عشان الدنيا تمشي الدنيا كبرت هتلاقي نفسك طب ممكن اركب تاكسي ممكن يوم اكل فيه اكلك وايسة برا فلقعت فترة طويلة الدنيا ما كانتش احسن حاجة وبتدت تفتح معي لما خلاص نويت ان انا اتجاوز يعني بتدى الرزق يزيد لما انا خلاص خطبت وركزت ان انا كنت بادرس وفاتح محل فان انا اركز ان انا اتخرج عشان عايز اتجاوز فبتدت اركز في الدراسة جدا وروح الجامعة واحضر وروح المعهد بتاع العلوم الشرعية واحضر وروح شغلي وخطبت كانت كم سنة كده اضغط فيهم جدا بس تفرغوا معي جدا بعد كده في كل حاجة اشتركوا في القناة